لما لا تعترفون بالحقيقة أن سبب معارضتكم لنا ليس أن هذه الأحاديث أسرار فما عاد هناك سر الآن أصلا كل شيء صار منكشف وواضح وأنتم حتى أسرار آل محمد عليهم والسلام ما فهمتم هي تتعلق بأي شيء لا تتعلق بمسألة البراءة وإقامة الحق وتمييزه عن الباطل أبداً كلا الأسرار تتعلق بمختصاتهم هم عليهم الصلاة والسلام بشؤونهم الإدارية بشؤونهم الوكلائية بأمور تتعلق بمقاماتهم مثلا بأمور لا يمكن حمل الناس بحسب المستوى المتدني أو الهابط لمعرفتهم وثقافتهم حمل الناس على فهمها ولذا تكتم في ظروف معينة أما أحاديث البراءة فأول الكلام أن أثبتوا كونها سراً من الأسرار هذا مع قطع النظر عن مسألة جواز إفشائها بسبب ظروف مضوعية ما من عدمه هذا بحث آخر متعلق بالتقية شيء عارض شيء ثانوي هذا لسنا نتكلم عن الحكم الثانوي نتكلم عن الحكم الأول الحديث هذا بما هوه أهو من الأسرار أم لا هذا أول الكلام اعترفوا بالحقيقة وهي أن هذه الأحاديث ليست بأسرار إن القاصي والداني يعلم بأن إمة أهل البيت عليهم السلام لهم موقف رافض من رموز القوم هذا أمر معلوم وصار معلوماً للكافة وكان معلوماً منذ القرون الأولى لا يمكن إنكاره أو جحده أو المكابرة فيه اعترفوا بالحقيقة وهي أن هذه الأحاديث في واقع الأمر تحرجكم ليس إلا أنت معمم تلاقي نفسك في حرج لما يجيك المخالف ويقول لك صدق أنتم تروون عن إمامكم السجاد عليه السلام تكفير أبي بكر وعمر صحيح عندكم حديث يقول أبو بكر وعمر كافران كافر من أحبهما تلاقي يضطرب هذا المسكين هذا المعمم إذا كان من أهل العوالم الأخرى إذا لم يكن من أهل العالم الأول الذين امتلأوا ثقة بالنفس تلاقي يضطرب ويتخربط وضعه ويقول شلون ذول أحرجوني شلون أصلاً هؤلاء سمعوا بهذا الحديث هذا حديث كان موجود في كتاب اسمه تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي وليت أبو الصلاح لم يخرج الحديث أيضاً ربما يلومونه هو أيضاً ربما يوجهون له سهام النقد يقولون ورطتنا مع أن أبو الصلاح في عصره كان فقيه الشيعة بلا منازع كان زعيمهم بلا منازع خليفة المرتضى رحمة الله عليه الحقيقة هي هذه أيها الإخوة أن هؤلاء يشعرون بالحرج من هذه الأحاديث فلا يريدونها أن تنتشر ويلوموننا حين نستفهمهم ما وجه لومكم هذا يقولون هذه الأحاديث تسبب صدامات هذه أحاديث تسبب تنافرات بل أحياناً تمتد التنافرات إلى داخل الوسط الشيعي داخل الوسط الشيعي نفسه إحنا الآن منقسمون نحن الشيعة أنفسهم إحنا بنفسنا منقسمين الآن تجاه بعض هذه الأحاديث لما نبرز نحن مثلاً الأحاديث التي تعد في عرف الناس صادمة لأنها مخالفة لما تربوا عليه من قبل هؤلاء المعممين مثلاً حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول فيه إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأكثروا فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم الناس تربت من قبل هؤلاء المعممين على أي شيء ما الذي طرق أسماع الناس طوال عقود إني أكره لكم أن تكونوا سبابين هذا الذي هو منطبع في أذهانهم وأنه نحن لسنا من أهل السب والشتم وأئمتنا نهونا عن ذلك فلما يُبرز هذا الحديث وهو بالمناسبة حديث صحيح معتبر رواه ثقة الإسلام الكليني في الكاف الشريف وعمل بموجبه الفقهاء وذكروه في مصنفاتهم الفقهية واعتبروه من أبرز الأدل على إسقاط حرمة المبتدع والمنافق وذُرَّيب إسقاط حرمته بحيث يجوز حتى سبه بل الإكثار من سبه كل فقهائنا قالوا هذا الكلام حتى قال الفقيه الجليل صاحب مفتاح الكرامة رضوان الله تعالى عليه قال وَسَبُّ غَيْرِ أَهْلِ الْإِيمَانِ مِنْ شَعَائِرِ الْإِيمَانِ إلى هذه الدرجة هذا تراثنا الفقهي هذا تراثنا الديني هذا تراثنا الحديثي لما نُبرز مثل هذا الحديث يَرْتَجُ أُولَئِك ويقولون تُورَّطْنَا وَرَّطْتُونَّ إِنْتُوا إِحْنَ دَرَّبِّيهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَأَنْتُمْ جِئْتُمْ وَنَقَطْتُمْ وَقَوَّطْتُمْ هَذَا كُلَّهِ فيقع الصدام فيما بيننا في داخلنا في وسطنا الشيع نفسه في وسطنا الحوزوي نفسه في وسطنا الدين نفسه أو المتدين ما المطلوب؟ يقولون لا تتكلموا بهذا الكلام هذه أحاديث لذذكروها أصلاً يعني المطلوب هو الاستمرار في ظلم آل محمد عليه السلام بحيث الناس ما تسمع أحاديثهم